نواصل حلول تمرين كتاب مدرسي ومع تمرين 56 ننسب المستوي لمعلم متعامل متجنس C منحني يشمل نقطة هذه ودلت مستقيم هذه معادلته أكتب معادلة لمماسي عند النقطة هذه والذي يوازي المستقيم دلتا أول فكرة فكرة معادلة مماس عنده قانون يهو Y تساوي F فتحة لإثنان لأنه قال إثنان F فتحة لإثنان في X نقص إثنان زائد F إثنان هذا القانون رح نكون فيه زجمة جهيل من هو F فتحة ومن هو F إثنان في الحقيقة المجهول الأول معروف هذا F إثنان معروف مدام قال يشمل النقطة إثنان أربعة فأربعة هو F إثنان خلاص يبقى F فتحة لإثنان من هو F فتحة لإثنان هو نفسه ثلاثة وخلاص يتوازى مستقيمان إذا كان لهم نفس معامل توجيه ومعامل توجيه على المستقيم هذا هو نفسه معامل توجيه هذا اللي هو نفسه ثلاثة إذن F فتحة لإثنان فتحة لاثنان هذه الاثنان جبناها من هنا يا من هو هو ثلاثة وينتهي المشكلة على التمرين فقط إذن ينسب المستوي الى معلام مصير منحاني يشمل هذه والتعبير غير دلتا مستقيم معادل مماسلي سي الذي يوازي نسمي دلتا فتحة مماسلي سي عند نقطة هذا المستقيم الذي نبحث عن معاملته معادلته مصير مماسليوا ففتحة. ما هي معادلة المماسة primerؤس Oh Soci naz فمن هو فاثنين ومن هو فثلاثة الى اثنان أبداً إذنان. هذا السؤال اطرحنانا فمن هو فاث 언제하? ومن هو سي Uh Señor كماذرanne سي يشمل هذه معاناة فاثنين تصوي اربعة تعين وفتحة الى اثنان مادام بدلتا فتحة يوازي دلتا معاناة فاثنين تصوي ثلاثة لهما نفس الميل خلاص إذا المؤادة المسلوم المسلوم المماس هي سنعوذ الفتحة الاثنان بثلاثة واف اثنان بأربعة وبسط فتكون در مؤادة المماس ثلاثة اكس ناقص اثنان بهذه البساطة ينتهي التمرين انتهى التمرين ستة وخمسين